بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد لازلنا مع تيسير مسائل الصيام وكان آخر ما توقفنا عنده هم الذين أبيح لهم الفطر أخذنا المريض والمسافر والشيخ الكبير والمرأة العجوز ونأخذ الآن ما يتعلق بالحامل والمرضع أولا يباح للحامل والمرضع الفطر وهذه الإباحة وهذه المشروعية هي اتفاق بين الآئمة الأربعة كلهم ودليل هذه الرخصة قوله صلى الله عليه وسلم وقد مر معنا من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى وضع عن المسافر شطر الصلاة وعن الحامل والمرضع الصوم وفي رواية الصيام وأنا هنا أختصر لأن هذه المسألة من أكثر المسائل خلافا ففيها خلاف بين الأئمة كثير وأدلة وأوجه وتوجيهات لهذه الأدلة حتى سماها ابن العربي رحمه الله بيضة العقر فمن العلماء من اشترط للإفطار الخوف ومنهم من قال بالإطلاق بعدم اشتراط الخوف ومنهم من قيد الخوف على الجنين ومنهم من قيد الخوف على الأم وعللوا لذلك فمنهم من يقول الحفاظ على الجنين حق فهو الأولى ومنهم من يقول لا الحفاظ على الأم هو الحق لأنها هي الأصل والحفاظ على الأصل المحقق حياته أولى من الحفاظ على من حياته مقدرة يعني الجنين ومنهم من ضعف هذا الحديث الذي ذكرناه والحق أنه صحيح ومنهم من يقول هو مضطرب لا يصح لكن هو صواب ويبنى عليه هذا الحكم ومن العلماء من يفرق أيضا بين المرضع وبين الحبلة ومنهم من لم يفرق كابن وهب وأشهب هؤلاء لم يفرق ومنهم من اشترط في المرأة أن تكون ضئرا والمرأة الضئر هي التي ترضع بالأجرة أي أن وظيفتها الإرضاع فهذه تفطر ومنهم من اشترط شرطا آخر وهو أن الولد وهذا الطفل لم يقبل إلا أمه لم يقبل سواها إذن هنا يتحتم عليها إرضاعه وأيضا تفطر يعني هناك تفاصيل كثيرة في هذا الباب لا أريد أن أعرج عليها لأن المقام ليس هو مقام التفصيل والمقارنة والتحرير إنما نذكر المسألة ونبسطها بأرجح الأقوال على ما ندين الله سبحانه وتعالى به ماذا تصنع هذه المرأة الحامل والمرضع؟ إذا أفطرت هل تقضي أم تفدي قولان؟ قيل أنها تقضي وهذا مذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة وقال بذلك كثير من السلف هو قول الحسن البصري وعطاء والنخعي والزهري وهكذا يعني كثير من السلف قالوا بمثل هذا بل من العلماء من حكى الإجماع كابن قدامة حكى الإجماع على هذا ولكن هل هو فعلا إجماع؟ الصواب أنه ليس فيه الإجماع لأنه صح عند الشافعية والحنابلة أنه ما فرق وفصل فقالوا إذا أفطرت هذه الحبلة أو المرضع من أجل الولد يعني خوفا على الولد هنا تفدي وإذا أفطرت لنفسها فقط هنا لا تفدي ففي قول ابن عباس عند تفسيره للذين يطيقونه قال هي رخصة لشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وفي رواية قال وللحبلة والمرضع فالظاهر هنا أنها تفدي فقط وهذا قول لأهل العلم والعلم عند الله من علمائنا المحققين المتأخرين من قال فقط تقضي ولا تفدي في كل الأحوال يعني سواء خافت على نفسها أو خافت على الولد فهنا فقط عليها القضاء ولا تفدي وهو قول ابن باز وابن عثيمين في هذا المقام وفي هذا الأمر نقتصر على هذا القدر والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد